بسم الله الرحمن الرحيم أبناء وابناتي طلبة المدارس الزراعية أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج في بيتنا مدرسة وحلقتنا إن شاء الله النهاردة هتكون مخصصة للطلاب المنتحقين معنا بالصف الأول السنوي الزراعي في المدارس الغير معنية بمنظومة الجدرات يعني الطلبة اللي بتدرس على النظام القديم والحلقة النهاردة إن شاء الله هتكون مخصصة لمادة اسمها أساسيات البساتين للصف الأول من المدارس الزراعي في مادتنا إن شاء الله حنتعرف فيها إيه هي الحاصلات البستانية وإيه الفرق ما بين الحاصلات البستانية والمحاصيل العادية أو بيسموها المحاصيل التقليدية وإيه هي التأسيمات بتاعتها وهي أنواحها يمكن إحنا بنتعامل معها في الحياة الطبيعية ولكن إحنا مش عارفين التأسيماتية جاية منين يبقى إحنا إن شاء الله في حلقتنا النهاردة حنتكلم على الأهمية الاقتصادية والتوزيع الجغرافي والقيمة لنباتات الحاصلات البستانية في البداية عايزين نعرف ما هي نباتات الحاصلات البستانية نباتات الحاصلات البستانية ديت مجموعة كبيرة جدا من النباتات مجموعة متشعبة وبتدخل حياتنا بصورة يومية وبنتعامل معها في حياتنا سواء كانت كمشروبات كأغزية كأثاث عندي في البيت لأن المشغولات الخشبية كلها بتنتج من الأكشاب والأكشاب بتنتج من نباتات الأشجار الغبات ودي أحد فروع نباتات الحاصلات البستانية فيه عند الظهور ونباتات الزينة ونباتات التشجير ونباتات الزين الخارجي ونباتات الزين الداخلي ايضا من نباتات الحاصلات البستانية حاصل الفكهة وحاصلات الخضر اللي انا بتعامل معهم في الطبيعة في حياتي اليومية هي ايضا من نباتات الحاصلات البستانية فاحنا هنشوف مع بعض يعني ايه كلمة حاصلات بستانية فبقول ان الحاصلات البستانية هي مجموعة كبيرة جدا من النباتات عالية في القيمة الاقتصادية وهي مجموعة من النباتات بتحتاج الى رعاية خاصة طيب يبقى اي نبات عندي بتنطبق عليه هذه الخواص انه هو بيحتاج الى رعاية خاصة ونبات قيمته الاقتصادية عالية اذا هو من ضمن نباتات الحاصلات البستانية طيب ايه هي نباتات الحاصلات البستانية اللي احنا بنتعامل معاها وبنشوفها في حياتنا الطبيعية اول نوع من انواع الحاصلات البستانية هي نباتات الفكهة يمكن احنا هنا عرضنا الصورة للثمار او الجزء الاقتصادي من النباتات عشان نقربها لحضراتكم ولكن احنا على مدار دراستنا في الثلاث سنين عندي في المدرسة بتاعتنا احنا هنعرف النبات له ثلاث صور موجود عليهم الصورة الثمارية اللي هي الجزء الاقتصادي اللي معروض قدام حضراتكم وهيبقى عندي صورة النبات وطريقة التعامل معاه لان بعمل له عمليات تربية وعمليات تقليم خلال فترة نموه وعندي الجزء اللي بيتم عن طريقه الاكثار وهي عبارة عن الثمار والاجزاء الخضرية اللي بيتم عن طريقها عملية الاكثار يبقى اول نوع من نباتات الحاصلات البستنية اللي حيتم دراستها وتناولها بالدراسة في منهجنا هي نباتات حاصلات الفكر النوع التاني من نباتات الحاصلات البستنية هي نباتات الاشجار الخشبية اللي بينتج عنها الاشجار او الاخشاب اللي بتستخدم في صناعة الاثاف النوع الثالث نباتات الخضر ودي بتكون معانا في الغذاء بتاعنا بصورة معتادة سواء التغذية عليها بصورة طبيعية طازجة او بعض الاجراء المعاملات الحارية عن طريق عمليات الطهي المختلفة وعندي ايضا مجموعة النباتات الطبية والعطرية اللي انا بستخدمها ويندرج عليها نبات الشاي ونبات القهوة ونبات الكركدي ونبات الينسون كاحد النباتات الطبية وعندي ايضا مجموعة نباتات الزينة يبقى نباتات الحصولات البستانية بصفة عامة زي ما احنا وضحنا مجموعة كبيرة جدا من النباتات احنا وضحنا شكل عام كده ان هي في فكهة وفي خضار وفي نباتات زينة وفي نباتات اشجار خشبية وفي نباتات التزين الداخلي ونباتات الخضر بلاحظ عندي ان مساحة الارض الزراعية المنزارعة بنباتات الحصولات البستانية بلاقيها تقريبا ان المساحة بتاعتها بتتعدى اكتر من 37% من جملة الارض المقصصة للزراعة ولكن هذه المساحة دايما في ازدياد نتيجة مشاريع التنمية ومشاريع استصلاح الاراضي ومعظم الاراضي لاستصلاح غالبا مخصصة لمجال انتاج الحاصلات البستانية نظرا زي ما هنشوف بعد شوية لان القيمة الاقتصادية بتاعتها عالية جدا والعائد الاقتصادي والمردود الاقتصادي بتاعها بيكون كبير طيب لو جنبس مع بعض بقى لحاجة مهمة جدا ما هو الفرق بين نباتات الحاصلات البستانية ونباتات الحاصلات التقليدية محصيل تقليدية زي محصيل اللي بتتزرع وبتكون مزروعة بمساحات كبيرة زي الامح والرز والزرا والقطن ونبات البساتين وعندي نباتات الحاصلات البستانية زي نبات الورد والاشجار الخشبية كعلى سبيل المثال والرحان ولو قلنا بامية ولو قلنا نبات الموز يبقى عندي مجموعة حصلات اسمها الحصلات الاقتصادية وعندي أيضا مجموعة حصلات اسمها مجموعة الحصلات البستنية إزاي فرق أو ما هي الفروق الواضحة جدا بين نباتات الحصلات البستنية ومحاصيل التقليدية أو محاصيل الحقل أول فرق عندي أن نباتات الحصلات البستنية بتحتاج لعمليات رعاية خاصة خلال تجهيز وإنشاء المزرعة وأيضا معاملات للبزور والشتلات يعني إيه الكلام ده؟ لقى عندي نباتات الحصلات البستنية لما أجي أزرعها الأرض المخصصة لزراعة الحصلات البستنية بمختلف أنواعها بتحتاج لعمليات تجهيز مختلفة يعني ممكن نكون لها حفر جور لها طبيعة معينة من عمليات التسميد المختلفة وكمان أيضا البزور المعدة لإنتاج الحصلات البستنية بتعامل معاملة خاصة وأيضا عندي إنتاج الشتلات بتاعتي لإنتاج محاصيل الحصلات البستنية بتحتاج إلى رعاية خاصة أثناء التجهيز يبقى من ضمن الفروق الواضحة جدا ما بين الحصلات البستنية ومحاصيل الحقل التقليدية أن نباتات الحصلات البستنية بتحتاج عندي إلى رعاية خاصة خلال عمليات تجهيز وإنشاء المزرعة وأيضا معاملات البزور ومعاملات الشتلات أيضا من ضمن الفروق اللي عندي بالنسبة للحصلات البستنية بلا أن الحصلات البستنية كمجموعة نباتات بتحتاج إلى برامج خاصة من التسميد وبرامج خاصة من عمليات الري يعني بتحتاج متطلبات معينة أثناء عمليات الري وعمليات التقليم ومكافحة الأفات والأمراض يبقى النباتات عندي لأن هي نباتات فترة نموها لو كانت نباتات حولية زي محاصيل الخضر فهي بتقعد عندي في الأرض مسافة صغيرة ونباتة الخضر نبات حساس ويتأثر بالإصابات المرضية والأصابات الحشرية بدرجة كبيرة فبيكون عندي برنامج علاجي مهم جدا ولازم أتبع كل الخطوات بتاعتي عشان أقدر أحصل من هذا المحصول على عائد اقتصادي جيد وكمان النباتات بتاعتي يجب لها عمليات خاصة عمليات رعاية خاصة من عمليات تربية الأشجار خاصة في أشجار الفكهة لأن الشجر عندي عشان تديني النمو والطبيع بتاعها اللي بيؤهلني للحصول على عائد اقتصادي بيتعامل لها عملية تسمى عمليات التربية وعمليات التقليم حتى أصل بشكل الشجرة إلى الشكل النهائي اللي بيكون بعد كده بيديه للمحصول وكمان عندي الشجرة بعد إجراء عمليات المحصول بيجرى لها حاجة تسمى عمليات التقليم اللي أنا من خلالها بزيل الأفرع المصابة والأفرع اللي كانت تعيشاء للمحصول في العام الماضي إذا ما كانش في حاجة إليها في عندي أيضا من ضمن الفروق الخاصة بنباتات الحصولات البستانية بتكون بتعوز عندي برامج مكافحة لنباتات الحشاش والأفات وبتكون معاملات خاصة لعمليات الجمع وما بعد الجمع وعمليات التداول والتسويق ليه النبات عندي بيحتاج معاملة خاصة في التداول والتسويق لأن معظم الجزء الاقتصادي في الحصولات البستانية بيحتوي على نسبة كبيرة من الرطوبة فبيكون عرضة للإصابة بعمليات التلف الميكانيكي نتيجة عمليات النقل والشحن وكمان العمر الاقتصادي أو العمر الفترة الزمنية من الانتاجه في المزرعة إلى أن يصل إلى المستهلك في المرحلة النهائية بيحتاج إلى رعاية خاصة حتى تصل إلى المستهلك في الصورة الطبيعية وده بيرجعني أو هنعرف منه جزئية مهمة جدا أن مرحلة الجمع اللي أنا بجمع فيها النبات بيتوهلني أن أنا إزاي أقدر أسوأه على حسب المسافة اللي موجودة ما بين المزرعة وما بين السوق النهائي يبقى أيضا من ضمن الفروق أن الحاصلات البستانية بتاعتي بتحتاج لبرامج رعاية خاصة مكافحة الحشاش ومعاملات ما بعد الجمع ومعاملات ما قبل الجمع وبعد كده في عندي معاملة مهمة جدا بلاقي أن الاستثمار في الحاصلات البستانية يعني لو أنا عايز أنشئ نباتات حاصلات بستانية أو مزرعة بتنتج حاصلات بستانية بلاقي أن تحتاج إلى رأس مال كبير حد يقول طب أنا هنا لو المزرعة بتاعتي اللي أنا هستخدمها لإنتاج الحاصلات البستانية عايز رأس مال كبير طب أنا إيه اللي خليني أن أنا أستعملها أو ألجأ إليها طالما أن أنا عندي نباتات ممكن أصرف عليها مبلغ أقل وفي النهاية برضو هتديني عائد اقتصادي لكن هنا في معادلة لها طرفين أنا بأعمل مصرفات وبأعمل إرادات الأراضي المخصصة لإنتاج الحاصلات البستانية أو نباتات الحاصلات البستانية بتحتاج إلى رأس مال كبير ولكن هي أيضا العائد الاقتصادي بتاعها عالي جدا بالمقارنة بالمحاصيل التقليدية العادية يعني أنا حتى لو كان رأس المال المطلوب لإنتاج مزرعة كبير ولكن العائد الاقتصادي بتاعها بيكون أكبر يبقى إذن هنا نسبة الربح في الأرض يعني لو قلنا وحدة المساحة هي الفدان فالعائد الاقتصادي اللي عندي من زراعة الأرض بفدان من الحاصلات البستانية حليقها أكبر من العائد الاقتصادي المخصص لو أنا زراعت الأرض بالحاصلات التقليدية يبقى إحنا هنا اتعرفنا مع بعض عن الفرق الجوهري والكبير ما بين الحاصلات البستانية والحاصلات التقليدية نخش بعد كده على جزئية مهمة جدا ما هي الأهمية الاقتصادية يعني ليه أنا بستفيد منها ايه الجزء الاقتصادي اللي انا بستخدمه ايه هي اهميتها والعائد الاقتصادي اللي بيعود عليها فيها ايه اول جزئية احنا هنتكلم عليها ما هي اهميتها بلا ان هي بتدخل نباتات الحاصلات البستانية والاجزاء الاقتصادية بتاعتها في تغذية الانسان اما بصورة مباشرة بصورة طازجة او بعد دخولها في عمليات التصنيع او المعاملات الحرارية باجراء عمليات الطهن يبقى اول حاجة في الاهمية الاقتصادية ان الحاصلات البستانية اللي عندي بتستخدم في تغذية الانسان اما في صورة طازجة يعني انا بخدها من السوق وبقى استخدركها في صورة طازجة او بعد اجراء معاملة حرارية لها في البيت في معاملات الطهي او بعد دخولها في عمليات التصنيع المختلفة ايضا من ضمن الاهمية الاقتصادية بتاعتنا ان هي بتقوم عليها بعض الصناعات الغذائية زي صناعة استخراج الزيوت العطرية الطبيعية المستخدمة في صناعة العطور وصناعة حمض الستريك والبيكتين وصناعة الحرير وصناعة الحصر وصناعة الاقفاص حاليا عندي ان صناعة الحصر وصناعة الاقفاص دي بتكون منتج سانوي من بعض الحاصلات وليست منتج اساسي يبقى هنا ايضا من ضمن الاهمية بتاعتنا ان هي بتقوم عليها بعض الصناعات منها صناعات غذائية ومنها صناعات غير غذائية ايضا عندي من ضمن الاهمية بتاعتنا ان نباتات الزينة وظهور القطف والاشجار والشجيرات والمتسلقات ونباتات التزين بصفة عامة سواء كان التزين داخلي او خارجي بتستخدم في تزين المنازل والقرى السياحية والحضائق العامة والحضائق الخاصة ومن ننساش هنا ان في عملية التزين بتاعتنا في عندي تزين داخلي داخل المنزل يعني النباتات هناخدها وهنتعرف عليها بيتم وضعها داخل المنازل كأحد الاجهزة واحد الاجزاء الجمالية داخل المنزل وهي نباتات التنسيق الداخلي يعني بتكون موجودة داخل المنازل ودي نباتات بتحتاج الى رعاية خاصة هنتعرف عليها برضو بشيء من التفصيل في حينها وعندنا نباتات التزين الخارجي اللي بتكون موجودة خارج المنازل في المداخل بتاعت المنازل والشرفات وعندي ايضا النباتات اللي موجودة في الحضائق العامة والحضائق الخاصة بلاقي عند ايضا لو جينا نتكلم بعد كده على تأسيم الحاصلات البستانية نباتات الحاصلات البستانية لانها نباتات كبيرة جدا 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 ومسيحاتها كبيرة ولها معاملات خاصة فبلاقي ان الحاصلات البستانية يجب عشان اتعامل معاها فانا حصنفها الى تصنيفات مختلفة عشان اقدر اتعامل معاها بلاقي ان هي مجموعة كبيرة كعدد وطبيعة النمو بتختلف من نبات الى اخر حلاء النبات الخضر اللي بيمكس في الارض شهريا او ثلاثة غير نبات الخضر اللي ممكن ييمكس في الارض اللي في نباتات خضر بتكون معمرة غير الاشجار المستمر لنموها في الارض سنة واتنين وتلاتة وعشرة الى ما شاء الله وعندي ايضا نباتات الطبية والاضرية يبقى هنا النباتات للحاصلات البستانية لانها مجموعة كبيرة ومختلفة في طبيعة النمو ومختلفة ايضا في دورة الحياة وكمان ايضا مختلفة في طبيعة الجزء الاقتصادي اللي انا بتعامل معاه فبلاقي عندي الحاصلات البستانية بقسمها تحت اربع اقسام كبيرة في عندي مجموعة حاصلات اسمها حاصلات الفاكهة وعندي مجموعة حاصلات بستانية بتسمى مجموعة الحاصلات البستانية للخضر وعندي مجموعة اسمها مجموعة الحاصلات البستانية للنباتات الطبية والأطرية وعندي مجموعة الحاصلات البستانية لنباتات الزينة والأزهار يبقى أنا هنا بعمل تأسيم ليه؟ بقسم نباتات الحاصلات البستانية لأن هي مجموعة كبيرة جدا بحاول أحطها في أقسام لسهولة الدراسة وتصنفها حسب الجزء الاقتصادي اللي بينتج منها عشان بعد كده أعرف ما هي أهم المعاملات اللي بتؤدي معايا للحصول على إنتاج محصول اقتصادي كبير يبقى لو جينا نفكر مع بعض كده تاني الأقسام الرئيسية لنباتات الحاصلات البستانية أربع أقسام حاصلات فاكهة وحاصلات الخضر والنباتات الطبية والعطرية وحاصلات الزينة ناخد بقى الجزء ده بشيء من التفصيل عشان نقرب الموضوع أكتر عندي نباتات حاصلات الفاكهة ما هي حاصلات الفاكهة أو محصول الفاكهة هو عبارة عن إيه الفاكهة في البداية هي شجرة أو شجيرة يبقى الفاكهة هي عبارة عن أشجار أو شجيرات وهي بتكون معمرة يعني بتقعد في الأرض مجموعة من السنين وكمان بتكون أغلبها نباتات أشجار خشبية وبعض من أشجار الفاكهة زي الموز بيبقى نبات عشبي الميزة اللي بتميزها جدا إن هي بتنتج ثمار وهذه الثمار صالحة للأكل إما بصورة مباشرة أو بعد استخدامها في الصناعات الزعية يبقى تعريف شجرة الفاكهة أو محاصيل الفاكهة هي عبارة عن أشجار أو شجيرات بتكون معمرة يبقى أول حاجة عندي عشان أقول إن النبات ده نبات فاكهة يبقى لازم يكون يا إما شجرة يا إما شجيرة ويكون معمر ومش كده وبس لا إن أغلبها نباتات خشبية وبعض منها عشبي زي ما احنا قلنا وضحنا نبات الموز والثمرة اللي بتنتج من هذا النبات إما أن تكون صالحة للأكل بصورة مباشرة أو بعد دخولها في أحد الصناعات الغذائية طيب نباتات الفاكهة دي أو محاصيل الفاكهة برضو عشان هي مجبوعة كبيرة جدا من الحاصلات فأنا بعمل لها تصنيف تحت منها شوية فببدأ أعمل تأسيم حاصلات الفاكهة حسب تواجد الأوراق على الأشجار طول العام أو تساقطها في موسم الشتاء يعني إيه بلاي عندي بعض أشجار الفاكهة أو بعض الشجيرات الفاكهة الورقة اللي على النبات بتستمر على النبات طول السنة في فصل الصيف وفصل الشتاء ومجموعة تانية من نباتات الفاكهة بتسقط الورق بتاعها في فصل الشتاء وبتدخل في مرحلة تسمى طور السكون يبقى عندي مجموعة بيتظل عليها الأوراق ومجموعة أوراقها بتسقط من على النبات ويتظل الشجرة بتاعتي عبارة عن جزوع فقط طيب المجموعة الأولى إحنا بنسميها الفاكهة مستديمة الخضرة يعني النبات بتفضل عليه الأوراق بتاعته طول السنة في فصل الصيف وفصل الشتاء المجموعة التانية هي مجموعة الفاكهة متساقطة الأوراق يعني النبات بيجي في فصل الشتاء بلاء الأوراق اللي عليه بتتساقط بالكامل وبيظهر من النبات الفروع والجزوع بدون أوراق لدخول النبات في مرحلة تسمى مرحلة السكون يبقى أول مجموعة نباتية من محاصيل الفاكهة هي محاصيل الفاكهة المستديمة الخضرة بلاء إننا محاصيل الفاكهة المستديمة دي هي إيه؟ هي الأنواع اللي بتحتفظ أشجرها بالأوراق طول السنة إن حضرتك بتلاقي النبات صيف شتاء موجود عليه الأوراق بصورة كاملة بما في ذلك الفصول اللي فيها درجة الحرارة منخفضة يبقى هي الفاكهة المستديمة هي الفاكهة المستديمة الخضرة هي اللي بتحتفظ بالأوراق بتاعتها طول السنة خلال أشهر الصيف وأشهر الشتاء أما الفاكهة المتساقطة الأوراق فبلاقيها هي أنواع الأشجار بتاعتي بتسقط الورقة من عليها خلال أشهر الشتاء الباردة وده بيكون سببه إيه؟ إن دخول النباتات في طور أو مرحلة تسمى مرحلة السكون وهي تحتاج إلى انخفاض درجة الحرارة في الشتاء لكسر طور الراحة وطور السكون ومعاودة النمو مرة أخرى يبقى عندي خدنا من ضمن تأسيم الحاصلات البستانية تأسيمة كبيرة كده خضر وفاكهة وزينة ونباتات طبية وعطرية ونباتات أشجار خشبية الفاكهة الوحدة لما جلنا قسمها قسمناها لمجموعتين برضو كلام ده برضو لسهولة الدراسة حاليا عندي نباتات فاكهة مستديمة الخضرة ونباتات فاكهة متساقطة الأوراق النباتات المستديمة الخضرة اللي بيتظل الأوراق على النبات طول السنة بما فيها أشهر الشتاء البارد النباتات المتساقطة الأوراق بلاقي النبات في فصل الشتاء بتسقط كل الأوراق عليه بيحيث أنه النبات البراعم بتاعته بتدخل في طور سكون وطور راحة وتحتاج لانخفاض درجة حرارة لمعاودة النمو مرة تانية وبداية خروج الأوراق في فصل الربيع هندخل بعد كده على تأسيم أو أمثلة لأشجار الفاكهة المستديمة الخضرة اللي هتكون معانا في دراستنا إن شاء الله وأول نوعية من أنواع نباتات الفاكهة مستديمة الخضرة نباتات أشجار الموالح الموالح مجموعة كبيرة جدا من حاصلات الفاكهة الاقتصادية وبتشمل مجموعة كبيرة تحت منها يمكن حوالي سبع أو تمن أصناف منها البرتقان ومنها حاصلات اليوسفي والليمون المالح وعندي أيضا الليمون الحلو وعندي الليمون الأضالية وعندي الترونج والجريب فروت يبقى هنا مجموعة الحاصلات الفاكهة من نباتات المستديمة الخضر من أنواع الموالح قلنا البرتقان واليوسفي والليمون المالح والليمون الحلو والجريب فروت والليمون الأضالية وعندي أيضا المجموعة التانية من ضمن الأشجار الفاكهة المستديمة الخضرة عندي مجموعة أشجار تسمى الأنواع العشبية حد يكون متابع معايا من البداية يقول احنا قلنا أن نباتات الفاكهة شجرة أو شجيرة مستديمة الخضرة لما جئنا نتكلم في التعريف قلنا أغلبها خشبية وبعض منها عشبي من ضمن الفاكهة العشبية عندي ثلاث أنواع مشهورين جدا نبات الموز ونبات الببوز ونبات الأناناس يبقى الفاكهة العشبية من ضمن الفاكهة المستديمة الخضرة حنتعامل معاها أو في خلال مراحل دراستنا حندرس منها ثلاث نباتات نبات الموز كأحد أنواع الفاكهة المستديمة الخضرة ونبات الببوز ونبات الأناناس يبقى نبات الموز ونبات الببوز ونبات الأناناس من الفاكهة المستديمة الخضرة اللي بتندرج تحت بند كده اسمه نباتات الفاكهة العشبية ايضا في عندي مجموعة نخيل البلح وليه انا بسميها مجموعة لان هي ما هياش نوع واحد نخيل البلح مجموعة كبيرة جدا من الانواع وبتصنف حسب استخدام الثمار بتاعتها في عندي اصناف نخيل البلح الطرية زي صنف الزغلول وصنف الحياني وصنف الثماني ودي نباتات بسموها او بتستهلك الثمار بتاعتها وهي طازجة في مرحلة معينة عندي نوع تاني اسمها الاصناف النصف جافة زي السيوي وعندي اصناف جافة اللي الثمار بتاعت فيها بتستهلك بعد تجففها زي السكوتي والبرتمودة والامهات يبقى عندي من ضمن مجموعة نخيل البلح وهي تندرج تحت الفكهة المستديمة الخضرة عندي ايضا من ضمن الانواع الاخرى من الفكهة المستديمة الخضرة عندي اشجار زي شجرة المانجو تعتبر من ضمن الفكهة المحببة جدا لينا فاكهة المانجو وهي من ضمن الفكهة ايضا المستديمة الخضرة المجموعة التانية اللي احنا هنتكلم عليها قلنا مجموعة الفكهة المتساقطة الاوراق يبقى المجموعة المتساقطة الاوراق ايضا نكمل تاني المستديمة عندي فيه مثال اه الزيتون وعندي من ضمن ايضا الامثلة فيه المستديمة الخضرة الجوافة وعندي ايضا نباتات الاخرى اللي هي زي نبات الاشطا في عندي نكمل بقى كلامنا عن المجموعة التانية اللي هي المتساقطة الاوراق يبقى احنا كده استعرضنا مع بعض اهم انواع الفكهة المستديمة الخضرة والتأسيمة بتاعتها حنبص مع بعض بقى المجموعة التانية اللي هي الفكهة المتساقطة الاوراق اللي هي بتساقط ورائها في فصل الشتاء للدخول في مرحلة سكون اول نوع عندي اسمها الفاكهة التفاحية ويمكن واخد المجموعة من اشهر نبات فيها هو نبات التفاح يبقى الفكهة التفاحية ما هي شنوع واحد ده هي مجموعة نباتية بتتميز ان شكل الثمرة فيها لها شكل معين واخدنا المجموعة باسم اشهر نبات فيها وهو نبات التفاح ودي مش مجموعة فيها نبات واحد دي مجموعة فيها مجموعة نباتات منها نبات التفاح منها نبات الكمترة ومنها نبات السفاجة يبقى عندي مجموعة الفكهة التفاحية تعتبر من ضمن أشجار الفاكهة المتساقطة الأوراق يبقى نركز مع بعض شوية عند فاكهة متساقطة أول نوع منها اسمها الفاكهة التفاحية ودي هنستعرض مع بعض الثلاث صور لأهم أشهر نباتات فيها نبات التفاح وعندي نبات الكومترة وعندي النبات التاني نبات السفارجة نستعرضهم مرة تانية عشان نرجع صورهم مع بعض أدي أول نوع نبات التفاح والنوع التاني نبات الكومترة والنوع التالت عشان الثمرة بتاعته تعتبر غريب علينا شوية نبات اسمه نبات السفارجة النوع اللي بعد كده من الفاكهة المتساقطة الأوراق هو أشجار تسمى مجموعة أشجار النقل ومجموعة أشجار النقل ديت زي الجوز وزي اللوز وزي نبات اسمه نبات البكين يبقى الفاكهة المتساقطة الأوراق منها مجموعة تسمى أشجار النقل ودي منها الجوز ومنها البكين ومنها نبات اسمه نبات البندن في عندي مجموعة تانية من الفاكهة المتساقطة الأوراق أيضا إحنا بنسميها الفاكهة ذات الثمار الصغيرة وأشهر نبات عندي من الفاكهة ذات الثمار الصغيرة نبات العنب بأنواعه المختلفة يبقى نبات العنب يعتبر من ضمن أشجار الفاكهة المتساقطة ولا المستديمة نبات العنب من ضمن أشجار الفاكهة المتساقطة الأوراق يبقى زي مكتوبة كده النبات متساقط الأوراق ويعتبر من ضمن الفاكهة الصغيرة الثمار يبقى ناكد تاني نبات العنب من ضمن نباتات الفاكهة متساقطة الأوراق ويعتبر من الفاكهة الصغيرة ايضا عندي نبات الرمان ونبات التين من الفكهة المتساقطة الاوراء بعد كده المجموعة النباتية التانية اللي هنتكلم عليها نباتات الخضر نباتات الخضر بصفة عامة هي نباتات عشبية ما هياش اشجار خشبية زي ما احنا قلنا في نباتات الفكهة يبقى نباتات الخضر هي نباتات حولية او ذات حولين معنى كلمة حولي ايه ومعنى ذات حولين ايه عشان احنا لسه برضو المصطلحات دي جديدة علينا نبات حولي يعني النبات من مرحلة الزراعة بالبزرة الى الحصول على البزرة مرة تانية بيستمر النبات في الارض لموسم زراعي واحد يعني اما موسم صيفي اما موسم شتوي اما النباتات ذات الحولين هي نباتات بتعطي نمو خضري في موسم زراعي ثم يتم اعادة زراعتها مرة تانية للحصول على البزرة في موسم زراعي تاني يبقى النباتات الحولية بتعيد دورة الحياة بتاعتها خلال موسم واحد بزرع البزرة تديني نمو خضري بعد مرحلة النمو الخضري بيديني ظهرة والظهرة دي بعد كده بتعقد ويت الديني ثمرة وبداخل هذه الثمرة بزرة خلال موسم زراعي واحد سواء كان الموسم الصيفي او الموسم الشتوي عند المجموعة التانية النباتات ذات الحولين هي نباتات بتعطي الثمرة بتاعتها فيها البزرة في مرحلتين او بتستمر النمو بتاعها في موسمين زراعيين فانا بسميها حول بيديني نمو خضري وفي الحول التاني بيديني النمو الزهري والثمري يبقى نباتات حصلات الخضر هي نباتات حولية عشبية ذات حول واحد او ذات حولين وبتنتج في موسم معينة في الموسم الصيفي او الموسم الشتوي او العروة النيلي طيب زي ما احنا قسمنا حصلات الفكهة عشان يسهل دراستها ايضا انا هنا بقسم حصلات الخضر على مجموعة من الاقسام حسب نوع المحصول وحسب الاستخدام فبقسمها حسب نوع المحصول فبلاقي المعاملات الزراعية اللي بتنطبق على نوع بتنطبق على كل المحاصيل تحت هذا النوع من ضمن حصلات الخضر اول نوع عندي حصلات الخضر البقولية طيب ايه الامثلة بتاعتنا من الخضر البقولية اشهر النباتات اللي عندي نبات اللوبيا ونبات الفصلية ونبات البسلة يبقى من ضمن الحصلات الخضر البقولية نبات اللوبيا ونبات البسلة ونبات الفصلية المجموعة التانية من حصلات الخضر مجموعة الحصلات القرعية وعندي مجموعة مشهورة جدا منها الخيار ومنها نبات الكنتالوب ومنها نبات الكوسة يبقى الخضر اللي عندي قلنا مجموعة بقولية وقلنا المجموعة القرعية من ضمن المجموعات النباتية ايضا تحت الخضر المحاصيل الخضر عندي حاجة احنا بنسميها الخضر البازنجانية يعني انا بتكلم على العيلة النباتية او النوع النباتي التابع له وليس احنا خدنا نبات البازنجان كمثال هو فعلا من ضمن هذه المجموعة ولكن ليس هو النبات الوحيد فبلاقي عندي من ضمن حاصلات الخضر البازنجانية نبات الطماطم وده نبات مشهور جدا ويعتبر اشهر نباتات هذه العائلة وعندي نبات الفلفل وفي النهاية عندي نبات البازنجان يبقى عندي قلنا من ضمن حاصلات الخضر قلنا الخضر البقلية خدنا منها اللوبيا والبسلة والفاصولية الخضر القرعية قلنا منها الامثلة الخيار والكنتالوب والكوسة وقالنا الخضر البازنجانية منها الطماطم ومنها الفلفل ومنها البازنجان يبقى هنا لما يجي نعرف هنقول مثلا لو قال لك نبات الطماطم بيتبع بينقول بنعرف ان نبات الطماطم بيتبع حاصلات الخضر ويخاصة تبع عائلة تسمى العائلة البازنجانية المجموعة النباتية التانية اللي تبع نباتات الخضر هي مجموعة الخضر الكرومبية ودي مشهورة جدا عندي فيها نبات الكرومب وعندي فيها نبات الأرنبيت وعندي فيها نبات البروكلي يبقى الخضر الكرومبية فيها ثلاث أنواع نباتات مشهورة جدا نبات الكرومب ونبات الأرنبيت ونبات البروكلي المجموعة اللي بعد كده مجموعة الخضر الورقية يعني أنا بقى أخذ منها الأوراق كجزء اقتصادي من أمثلة الخضر الورقية اللي عندي نبات الخس ونبات الجرجير ونبات السبانة يبقى من ضمن الخضر الورقية الخس ونبات الجرجير ونبات السبانة عندي مجموعة كبيرة جدا أيضا من حاصلات الخضر اسمها الخضر الجزرية ودي هنقول منها أربع مثلة عندي نبات البطاطا وعندي نبات الجزر وعندي نبات البنجر وعندي نبات الفدل يبقى عندي مجموعة من الخضر الجزرية ده مش كده وبس ده عندي نبات زي نبات البطاطس يعتبر من الخضر الضرانية وعندي نبات زي نبات الورقاس بيتبع مجموعة من الخضر تسمى الخضر الكرمية وعندي نبات زي نبات البصل ونبات التوم بيعتبر تبحت مجموعة اسمها الخضر البصلية يبقى المجموعة اللي احنا تقسيمنا عليها او طرق التقسيم اللي احنا تكلمنا عليها ديت هي التقسيم على حسب الاستخدام وحسب نوع المحصول هل دي تقسيمة الوحيدة لحاصلات الخضر؟ لأن لا انا ممكن اعمل لها تقسيم تاني على حسب الجزء المستخدم من النبات انا هبص على نبات الخضر بتاعي ايه هو الجزء الاقتصادي اللي انا بستخدمه؟ هل انا بستخدم من نبات الخضر الجزور؟ لو انا بستخدم نبات الخضر باخد منه الجزور فبقول عندي مجموعة الخضر اللي عندي دي خضر جزرية زي نبات البنجر ونبات الليفت ونبات الجزر لو انا بستخدم الساق بتاعت النبات زي ساق نبات اسمه نبات الاسبارجس يبقى الخضر اللي عندي دي اسمها خضر ساقية ايضا عندي التأسيمة حسب جزء المستخدم عندي في بعض النباتات باستخدم الجزء الاقتصادي فيها الاوراق زي نبات الكورومب باستخدم من الورقة نبات الجرجير باستخدم من الورقة نبات السبانك بااخد من الورقة يبقى اسمها الخضر الورقية عندي مجموعة اسمها الخضر الزهرية يعني انا باخد من النبات الزهرة بتاعته زي نبات المشهور جدا والقريب مننا نبات الارنبيت وعندي نبات زي نبات الخرشوف نبات الخرشوف الجزء الاقتصادي فيه هو عبارة عن الزهرة عندي أيضا مجموعة اسمها الخضر الثمرية يعني أنا بزرع النبات والنبات ده بيطلع نموه الخضري وبيطلع الزهرة والزهرة دي لما بتعقد بتجدين الثمرة والثمرة هي عبارة عن الجزء الاقتصاد زي البسلة والفاصولية واللوبيا والبامية دي اسمها الخضر الثمرية في عندي مجموعة كبيرة جدا من الخضر يبقى انا عملت عملية التأسيم لسهولة الدراسة يبقى عملية التصنيف اللي انا اخدناها من اول ما انا اخدناها من فوق خالص قلنا النباتات لحاصلات البستانية فيه منها فكهة فيه منها خضر فيه منها زينة فيه منها نباتات طبية وعطرية ورجعنا اخدنا الفكهة الوحدها اخدنا منها الفكهة المستديمة الخضرة واخدنا فيه منها الفكهة المتساقطة الاوراق وجينا على حاصلات الخضر لما جينا نقسمها قسمنا حاصلات الخضر على حسب الاستخدام ونوع المحصول ورجعنا بعد كده عملنا تصنيفها بسيطة جدا على حسب الجزء المستخدم من النبات وايضا ممكن اقسمها على حسب موسم النمو بلا ان عندي في بعض الحاصلات بتنمو في المواسم البردة فبتزع في فصل الشتاء ويبقل عليها خضار شتوية في بعض الاحيان عندي نباتات بتنمو في المواسم الدافية وعايزة درجة حرارة فانا بسميها الخضر اللي هي اسمها الخضر الصيفية بعد عندي كده مجموعة تسمى مجموعة النباتات الطبية والعطرية وتعرفها من اسمها طبية اذا هنا عندي انا باستخرج من اجزاء النبات سواء كانت سيقان او اوراق او ازهار مواد طبية تستخدم في تحضير الادوية لعلاج بعض الامراض او زيوت طبيعية عطرية طبيعية تستخدم في صناعة العطور طيب ايه المجموعة النباتات الطبية زي نبات البرد اوش ونبات الكركديه وعندي النباتات العطرية يعني نباتات الازهار بتاعتها او الاجزاء النباتية فيها مواد بتتميز بنفذيتها او وجود زيوت عطرية فيها زي نبات الفل ونبات الورد في عندي مجموعة تانية اسمها مجموعة محاصيل الزينة والازهار طالما هي زينة وازهار اذا هنا انا بستخدمها اما في التزين الداخلي والخارجي او ان الازهار بتاعتي بتستخدمها في اغراض القطف والتزين داخل المنازل يبقى نباتات الزينة مجموعة نباتية انا بستخدمها للتزين سواء خارجي او داخلي ونباتات الازهار دي بتستخدم لانتاج ظهور القطف من ضمن نباتات التزين الداخلي اللي عندي نبات البوتس ونبات الاشطة ونبات الدرسينة دولة تلت نباتات بستخدمهم لنباتات التزين الداخلي عندي ايضا نباتات التزين الخارجي والتشجيل نبات السيكاس ونبات البونسيانا ونبات اسمه نبات الجاكراندا عندي المجموعة النباتية اللي بعد كده هي مجموعة اظهار القطف او ظهور القطف زي اشهر نبات عندي هو نبات الورد وعندي نبات القرنفل وعندي نبات اسمه عصفور الجنة يبقى هنا انا خدت من الحاصلات البستانية كم نوعية خدنا منها لحد كده تلات نوعيات اربعة قلنا حاصلات الفكهة وقسمنا الفكهة لنوعين متساقط ومستديم الخضرة خدنا حاصلات الخضر بتأسيمتها وخدنا النباتات الطبية والعطرية وخدنا نباتات التزين الداخلي وظهور القطف عند الجزء الخامس والاخير من الحاصلات البستانية حاجة علم اسمه خاص او مجال خاص بحاجة اسمها لاندسكيب او تصميم وتنسيق الحدائق وده ايضا مجال عمل مهم جدا وبيتيح عندي الاولاد لما بيخشوا معانا قسم الحاصلات البستانية وبيدرس معانا بيبقى عنده فرصة كبيرة جدا للدخول في هذا المجال اللي هو مجال لاندسكيب ومجال تصميم وتنسيق الحدائق بتعلمها معانا وبتكون بالنسبة له مجال او الفرصة للتحاق بسوق العمل لان الجزء دي مهمة جدا خاصة في المشاريع الجديدة والقرى السياحية والفنادق والكونباوند السكني يبقى من ضمن الاجزاء الخاصة بالنباتات الحاصلات البستانية جزء احنا بندرسه معانا بعض اسمه علم تقسيم وتنسيق تقسيم وتنسيق وتصميم الحدائق وعندي زراعة الغابات وزراعة الاشجار طيب مجموعة نباتات الحاصلات البستانية زي ما احنا شفنا هي مجموعة كبيرة جدا من النباتات هل هذه النباتات بتنمو في مدى حراري واحد يعني هل هي بتحتاج الى درجة حرارة واحدة لا بلاء ان النباتات الحاصلات البستانية بتحتاج الى مدى كبير من درجات الحرارة بلاء في نباتات بتحتاج الى درجات حرارة منخفضة في نباتات بتحتاج الى درجة حرارة عالية فلما اجا بص على التوزيع الجغرافي حلاء نباتات الحاصلات البستانية بتمتد زراعتها على مجال واسع جدا بتزرع فيه مناخ جمهورية مصر العربية من الجنوب حتى الشمال في كل منطقة بيزرع فيها النباتات الملأمة لها يبقى توزيع جغرافي بلاقي تنتشر زراعة الحاصلات البستانية عندي في قارات العالم المختلفة وتختلف نسب الزراعة حسب العوامل الجوية والارضية والعوامل الاقتصادية وكسافة السكان بمعنى ايه؟ ان كل نبات له احتياجات بيئية معينة من درجة حرارة ومن نوع من التربة ده مش كده وبس ده الجزء الاقتصادي يمكن احنا بوضحنا في بداية كلامنا ان نباتات الحاصلات البستانية بتحتاج الى رأس مال عالي لو انا بعمل مزرعة لانتاج الحاصلات البستانية فاذا لم تتوفر هذا المال المعد لانتاج الارض لانتاج الحاصلات البستانية فانا بلجأ لزراعة الحاصلات التقليدية وكمان كسافت السكان بمعنى ايه؟ لو انا عندي محتاج ان الارض بتاعتي استخدمها لانتاج محاصيل غذائية تستخدم في تغذية الانسان بصورة مباشرة على حساب نباتات الحاصلات البستانية وكمان في بعض الحاصلات البستانية بتحتاج الى رعاية خاصة وتحتاج الى عمالة اذا لم تتوفر هذه العمالة انا لا الجأ الى استخدام زراعة نباتات الحاصلات البستانية طب نجي نستعرض مع بعض القيمة الغذائية والطبية لنباتات الحاصلات البستانية بل ايه عندي الثمار الفكهة والخضر بتستخدم في تغذية الانسان وقلنا ان عملية التغذية بتم اما بصورة مباشرة او بعد دخولها في عمليات تصنيع مختلفة عندي ايضا بتستخدم بعض الانواع بتستخرج منها زيوت زي زيت الزيتون وده من ضمن الزيوت العالية في القيمة الاقتصادية والغذائية في عندي بعض الانواع غنية بالمواد البروتينية زي كل الخضر البقلية وعندي مجموعة من الانواع غنية بالمواد الدهنية وبعض الانواع غنية بالاملاح المعدنية والفيتامينات اذا هنا بلاقي ان القيمة الاقتصادية والغذائية بلاقي ان النباتات الحاصلات البستانية بتحتوي على كمية كبيرة جدا من العناصر الغذائية ودي برضو بتختلف حسب نوعية النبات يبقى لما ييجي يقول لي ما هي الاهمية الاقتصادية والقيمة الغذائية انا عارف ان عندي نباتات الخضر والفاكهة بتستخدم في صورة زجة في تهزية الانسان او بعد دخولها في الصناعات الغذائية في عندي بعض النباتات بتستخرج منها زيوت في بعض منها بيستخدم لانتاج بعض المواد الطبية في عندي منها مجموعة بتستخدم لاغراض التزيين الداخلي في عندي مجموعة منها بتستخدم في اغراض انتاج ظهور القطف والتصدير والحصول على عائد اقتصادي في عندي مجموعة كل نباتات العائلة النباتات الحاصلات البستانية بتحتوي على كمية كبيرة من الاملاح المعدنية وكمية كبيرة جدا من الفيتامينات ونظرا لأهمية مجال الحاصلات البستانية فعندي الدولة بدأت في عمل مجموعة كبيرة من المشاريع التنموية لانتاج الحاصلات البستانية تركزت في اربع مشاريع رئيسية عندي مشروع تشكا وكان مشروع عندي مشروع شرق الاعينات ومشروع بانس ويف الجديدة ومشروع منطقة النبارية بمحافظة البحيرة يبقى هنا الدولة قولة اهتمامها بمجال الحاصلات البستانية نظرا للقيمة الغذائية والقيمة الاقتصادية الكبيرة جدا اللي موجودة عندي لهذه النباتات لان النباتات الحاصلات البستانية القيمة الاقتصادية بتاعتها عالية جدا والمرضود الاقتصادي بتاعتها عالي جدا ولذلك تم عمل مجموعة من المشاريع التنموية زي ما تم في مشروع تشكا ومشروع شرق الاعينات ومشروع بانس ويف الجديدة ومشروع في منطقة النبارية طيب نجي نشوف مع بعض ايه هي اهم الصناعات اللي بتقوم على نباتات الحاصلات البستانية احنا اخذنا في البداية تعريف النباتات وبعدين اتكلمنا على التأسيم بتاعها وبعد كده اتكلمنا على الاهمال الاقتصادية والقيمة الغذائية وتكلمنا على التوزيع الجغرافي فين موجودة النباتات وبصينا على اهم المشاريع التنموية اللي موجودة لانتاج الحاصلات البستانية حنشوف مع بعض ما هي اهم الصناعات الغذائية التي تقوم على نباتات الحاصلات البستانية عندي اول نوع من الصناعات اللي عندي هي صناعة البكتين وحامض الستريك بلاقي النوع ده من الصناعة بينتج اساسا بيستخرج من القشور الخاصة بنباتات احنا يمكن واحنا بنتكلم في التصنيف بتاعنا قولنا عندي حاصلات الفكهة من ضمن الحاصلات الفكهة اخدنا مجموعة تسمى مجموعة الحاصلات الفكهة المستديمة الخضرة اسمها حاصلات الموالح اللي منها البرتغان ومنها الليمون ومنها الجريب فروت ومنها النارينج ومنها الشدق ومنها نباته اسمه نباته الكم كوات مجموعة كبيرة جدا من النباتات هي اللي بيه هزيه النباتات هي المصدر آآ الرئيسي آآ لانتاج هذا النوع من الصناعة اللي هي صناعة البكتين وصناعة حامض الستريك يبقى انا عارف ولا انا بتكلم على هذه النوعية من الصناعة ان انا بتكلم على هذه الصناعة على نوعية معينة من نباتات الحاصلات البستانية وهي حاصلات نباتات الفاكهة المستديمة الخضرة اللي هي نباتات العائلة او الجزء اسمه نباتات الموالح منها البرطغان ومنها الليمون ومنها الجريب فروت منها الشدك منها النارينج منها الليمون الحلو منها الليمون الاضالية منها ثمرة تسمى ثمرة الكمكوات بتقوم على هذه النباتات صناعة اسمها صناعة البكتين وصناعة حامض الستريك صناعة البكتين بتستخرج من قشور بعض أنواع الموالح وصناعة حامض الستريك بتستخرج من بعض سمار العائلة بتاعة نبات الموالح الصناعة الثانية عندي صناعة الحرير حد يكون معايا كده يقول لي صناعة الحرير الحرير الطبيعي بينتج من ديدان الحرير ما هي العلاقة ما بين ديدان الحرير ونباتات العائلة الحاصلات البستانية أنا عشان أنتج الحرير من ديدان الحرير ديدان الحرير بتتغزى على نوع من الأشجار هي بصورة أساسية في ديدان الحرير نوعين في نوع اسمه ديدان الحرير الخروعية ودي بتتغزى على أوراق نبات الخروع ودي غير منتشرة والحرير بتاعها القيمة الاقتصادية بتاعته أقل من النوع الثاني اللي هنذكره دلوقتي النوع الثاني ددان الحرير التوتية يعني الدودة بتاعة الحرير عشان تنتج الحرير لابد أن هي تتغزى على نبات التوت أو على أوراق نبات التوت يبقى احنا هنا عشان أطلع حرير لازم أن يكون عندي نبات التوت نبات التوت عندي هو أيضا من ضمن نباتات الحاصلات البستانية يبقى عشان حضرتك تعمل مشروع زي مشروع انتاج الحرير وده مشروع يمكن الوزارة تتبنته وموجود في محافظة الواد الجديد أنا عشان أعمله يبقى أنا لازم أوفر لهذه الددان مساحة من الأراضي مزروعة بنبات الحرير بنبات التوت ونبات التوت أيضا من ضمن نباتات الحاصلات العائلة البستانية يبقى أنا عشان أزرع نبات التوت هنتعلم هنا في علم الحاصلات البستانية إزاي الأزرع النبات وإزاي أوليه بعملية الري والتسميد وإنتاج الأوراق عشان أنتج منه كمية الورقة اللازمة لتغذية الددان الحرير عشان تنتج في النهاية محصول الحرير وده يعتبر من ضمن أيضا من ضمن المحاصيل أو من ضمن المشروعات الاقتصادية اللي حضرتك ممكن تستفيد بيها من دراستك معانا في علم الحاصلات البستانية يبقى التلميذ عندي أو الطالب عندي لما يجي يدرس عندي أسيات المساتين في سنة أولى وبيلتحق عندي بالصفوف الصف الثاني والثالث بمجال إنتاج الحاصلات البستانية هيأخذ خبرة لعمل بعض المشروعات منها مشروع إنتاج الحرير في عندي أيضا من ضمن المشاريع اللي مهمة جدا وبتقوم على صناعات أو نباتات الحاصلات البستانية إنتاج اللبان وإنتاج المطاط ودي بتبقى موجودة من قلف وصاق بعض أنواع النباتات في عندي صناعة برضو مهمة جدا جدا صناعة الكمبوست وعندي أيضا صناعة الأقفاص والكرين يبقى احنا هنا أخذنا مع بعض مقدمة على علم الحاصلات البستانية ويمكن دي أول دروسنا في العام الدراسي الجديد وكل سنة وحضراتكم طيبين خاص بإنتاج الحاصلات البستانية للصف الأول الزراعي اتعرفنا فيه على ما هي الحاصلات البستانية وإيه هي التأسيمة بتاعتها وبعض الأنواع عشان نقرب بالصورة وتستعرضنا مجموعة من الصور اللي بتقرب لنا إيه هي نباتات وإزاي الجزء الاقتصادي بتاعتها والتصنيف بتاعتها ووصلنا على أهم الأهمية الاقتصادية بتاعتها وأهم برامج التنمية اللي موجودة والمشاريع التنموية وفي النهاية تكلمنا على أهم المشاريع أو الصناعات التي تقوم على نباتات الحاصلات البستانية وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقاتنا الخاصة بمادة أسيات البستان بالصف الأول الزراعي ونلتقي بحضراتكم في حلقة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة